اهلا وسهلا بكم مطبخين متابعيني الكرام اليوم رح سأسوي لكم كنافة بالشعرية الباكستانية لهذية جدا وسهلة التحضير وموادها بسيطة جدا رح نحتاج 3 ملاعق كبيرة من السميد سميد نعمة وخشن كيفكم وملعقتين كبار نشة ورح نضيف كوبين من الحليب الكامل الدسم طبعا النار اني ما مشغلتها علما اذوب النشة والمواد الباقية بعدين اشوفكم شو كده رح اشغل النار رح اضيف فانيلا قليل من الفانيلا باودر او سعي لتقدرون ملعقة صغيرة من الهيل ونحرق شوية رح نضيف قشطة علبة قشطة 6 اونس تنضينا الطعم العربي اللذيذ نبدي نحرك قبل ما نحرك رح نشغل النار هسه رح نشغل النار شغل النار رح نبدي نحرك نضيف بالقشطة قبل ما تذخن يعني بقى شوية وتذخن تغلي رح اضيف 3 اربع الكوب سكر كيفكم السكر حسب رغبة تريدوا النص 3 اربع بكيفكم وهسه بدت تذخن خلاص قبل ما اضيفي النار رح اضيف اه نص كوب من جبن مازورالا مازورالا هاي اللي استعملوها للبيتزا بس قليلة الملح شوفوا وهم يعني مو كلش دهينة نحرك خلاص تذخن عدنا القوام رح نطفي النار وخليها تبرد تماما هيتش يكون قواما هنان عندي دهن نباتي او حيواني بكيفكم انا استعملت نباتي رح دا ضيف شوية لون اه صبغة صبغة الكنافة او اي شي برتقالي متوفر عدكم او احمر هيتشي هيتشي لونه اه هذا ينطينا فد شكل حلو للشعرية هاي الباكستانية نان عندي صينية فافون مندورة رح ادهنها بالسمنة اللي خلينا لها ضفنالها صبغة كنافة هيتشي كمية زينا وهي هاي الشعرية الباكستانية تجي يعني مو بالفريزرات تجي عادي بالشلفات العادية يقولون هي هاي الشعرية مقلية اصلا تنطين القرمشة الطيبة كلش بالكنافة هاي نبدين مذهب الصينية ونضغط طبعا هيتشي بعض ضغطنا زين هاي الطبقة الاولى طبقة الثانية اللي خلينا دهن اول شي هاي الطبقة الثانية هيتشي هاي الشعرية شوفوا هيتشي يجي تشيز او اشكال اخرى مرات تكون شفافة الكياس هيتشي يكون من جوه نبني نضيف شوية من هذا الدهن ذوب تاني اللي خلينا بيصبغة الكنافة على الشعرية هاي الشعرية وهس شوفوا شون بردات القشطة عندنا راح نبني نضيف القشطة يظل القشطة محافظة على لونها الأبيض الحلو تقدروا نضيفون مي زهر مكان هيل اذا حاببين انمدها على الشعرية على كيفكم شوفوا هيتشي كل الزين انا راح اضيف شوية فستق وحمصاته شوية على النار غير مملح هذا اختياري طبعا مو شرط انتو تخلو يعني وهس ابدى اخلي طبقة زينة من نفس الجبن اللي ضفناها على القشطة المازورالا مازورالا مازورالا شي سموه مازورالا اي وطبعا قليلة الملح اهم شي باعون على كمية الملحية هاي هاي باعوا مازورالا هاي الملح مالتها قليل 8% بس ساعدنا تكميل المال الشعرية لشيس هذا كافي شيس واحد نفسها السمنة طبعا ما عندي كمية معينة للسمنة انتو يعني كل ما تحتاجون تزايدون ما مشكلة وضيفون الصبغة نبدي نحرك حتة الداخل الدهنوية الشعرية نضيفها كطبقة اخيرة للكنافة صينية الكنافة نفرش مشرط يعني تغطى بالكامل يعني خلي تبقى شوية لان هاي راح تكون لي جوة ما تبين يعني طبعا انا راح ادخل هالفرن مو عالنار مو عالعين شوفوا هي تشي مو مشكلة يعني اذا اكو فراغات شوية مو مشكلة كافي كلش كافي نضغط شوية لا كلش قوي هس راح ادخل هالفرن على درجة حرارة 400 200 مئوية 200 مئوية و بالرف الوسط و على البيك نانا الشيرة عبارة عن كوبين سكر كوب مي و شوية هيل او مي زهر كيفكم ملعقة كبيرة من عصير ليمون فراش منظل نحرك عن مي ذوب السكر و راح تبدي تغلي صار لها 10 دقائق تغلي و شون تعرفون صارت بالحافات هي تصير مثل محببة هي تشي نقاط يعني صارت خلاص خلي تكون حارة و هس راح تطلع الكنافة باع و شكلها بينت انه تحمرت من فوق و منجوة شوية راعد لها بعدين نقلبها بالصينية ما التقديم او الصينية اي شي راح تقدمون به يكون ستيل او مثلا هي تشي شون انيا عندي هاي الصينية احبها تتحمر اكثر من فوق راح ادخلها الفرن مرة ثانية اعلق العين الفوق بس يعني المشعل الفوق تتحمر لنا شوية فت خمس يعني خمس دقائق او اقل باعو هي تشي طلع شكلها روعا و هس نضيف الشيرة و هي حارة و الكنافة هي حارة اصلا هسه طالع من الفرن احاول انه ما تبرد هواية على مد تشوفون الجبن ملاحقت بردد شوية يلا مو مشكلة نبدى نوزع الفستق طبعا مكيفكم انتزين انتو اللي حابين يعني تزينون به يعني مشرط فستق بدون اي شي يصير باعو باعو شون شكل حلو طلعا روعة روعة سهلة سهلة كلش باعو باعو سمع صوت القرمشة بداعة بداعة سمع طبعا شوية بردت ياريتو هي حارة بسوي هال الحركة بس عن مخليت فستق شوية واو اوخ تفضلوا عيني تفضلوا شونتو تفضلون يعني تفوتون للشاشة شنو لا 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 روحوا سموه احسن سمع سمع ياابه ياابه يما وطيب كنافه شكركم على المتابعة شوفكم فيديوهات جديدة هذا مطبخ لنده مع السلامة